السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا السيسي مبارح طبعا هو بيستقبل رئيس الصومار في مؤتمر صحفي اتكلم حوالي سبع دقايق. السبع دقايق دولار بصراحة قال فيهم درر. هو كان فيه احتفاق كبير قوي على سوشيال ميديا ما بين معارض وما بين مؤيد لكلام السيسي. اه وهو طبعا قال كب جملة صريحة كده. الجمل ديها طبعا اللي هيجيت عليه السوشيال ميديا. سواء طبعا بالتعريض او اه بالمعارضة يعني. او بالهجوم والسخرية. خلينا بس اقولك اه سريعا كده الصومال دلوقتي بتمر بازمة داخلية. ان فيه اقليم اسمه اقليم ارض الصومال او صومال يالاند. اه الاقليم دوت عايز ينفصل عن الصومال وبيدعمه اه ابي احمد اللي هو ابا احمد يعني بتاع اسيوبيا. علشان خاطر يبقى له ميناء على البحر الاحمر وحاجات زي كده. فالتاني بقى اللي هي دولة الصومال الدولة الشرعية يعني رفض الموضوع دوت ورفض تدخل اسيوبيا. فطبعا مين اللي بيستطفل مال عكرة? السيسي. السيسي دعا الراجل وجاء اه هنا في نصر. وعمل مؤتمر اللذيذ بتاع السيسي. وطلع وتكلم نروحها يعني بلهجة قوية جدا اول مرة نشوف اسيسي بيتكلم باللهجة دي. اه من سنين غير اهل الشر. والمراضي هو اه اه تهديد صريح ومباشر لاسيوبيا. عشان بس يعني ايه نبقى احنا فاهمين. وهقول لك كده كم جملة كده قال لك طبعا ايه احنا مش هنسمح ان اي حد يهدد امن الصومال. مش هنسمح لا اي حد يهدد امن الصومال ده طبعا على طول وش كده بيكلم اسيوبيا. ومحدش يجرب مصر. محدش يحاول يجرب مصر ومحدش يحاول يعني ايه يهدد اشقاها. خاصة لو طلبوا منها المساعدة. حلو كده لكلام السيسي. لكلام السيسي صوت وصورة. ممكن ناسم لكم الروابط في الصندوق الواصل وحابين تتفرغي يعني وتسمع وتتمتعوا بكلامه. والله العظيم هو قال كده. قال لك ان مصر عمرها ما تسكت. او مش هترضو بتهديد اشقاها اللي طلبوا منها مساعدة. حلو كده? طيب. لو حطيت عنوان للكلام يعني هنا دلوقتي تخد بالك هو كده بيهدد اسيوبيا. بيهددها عشان خاطر ايه? عشان الصومال. طبعا مع كابل احتروا من الداولة الصومال واشققنا في الصومال بالمناسبة. بس هو في مسلا هنا بيقول لك ايه? ثابت جزء مجروح وراحت تداوي ممدوح. بالزبط كده. يعني انت امعلم ده اول حاجة يعني معلش. بمناسبة بقى ما حدش يتجرب مصر. انت اصلا ما قشرتش عن انيابك. ما هددتش مسلا اه في الملء الاول لسد النهضة. الملء التاني. الملء التالت. الملء الرابع. ودلوقتي هيشتغل في الملء الخامس عادي جدا بردو. انت ما اتكلمتش. ما قلتش بقين حمضانين زي دول. يعني من بابل احنك. ما قلتش. ما اتكلمتش. فانت جاي لما اه بعدت الرئيس السومال جاي لك عشان قدر تعمل البقين دول. بتستعرض على مين? يعني انت دول لقتي خلاص انت كده واقف لأسيوبيا يعني بتهدد اسيوبيا حضرتك. طب ما كنت هددها يا معلم? وهي بتهدد امنك القومي. امنك المائي. حياة المصريين. حياة ميت مليون مصري. بيتهددوا كده من اسيوبيا انت فرحتش بقك. ده جزء. الجزء التاني بقى. برضو في نفس الجزئية دي هو بيقول لك ما ينفعش يعني محدش يهدد اشققها. يعني محدش يجرب مصر. ومحدش يهدد اشققها خاصة لو طلبوا المساعدة. والله يا معلم هو بس فيه كده جنبنا كده. النواحي الشرقية بتاعتنا كده. في الممطقة اسمها سيناء دي تقريبا برضو بتاعتنا مصرية. في حدود كده دولة اسمها فلسطين دولة ازغنانة كده. في حتة كده اسمها غزة. الحتة دي تقريبا فيها ناس. المفروض ان هم برضو اشقاء. وعرب. وفي منهم مسلمين. وغيره لكن هما في النهاية عرب. دول بقى له معلم اكتر من ثلاث اه شهور ونص عملين يعني يموتوا. وبيتجوعوا. وبيحصل فيهم كل حاجة. كل حاجة بتحصل فيهم. ما جاش في بالك كده رغم استغلاثات العالم. العالم كل عمال يقول لك انت يا بني ادم حس. يا بني ادم افتح المعبر. يا بني ادم من نسبة موت. خمسة وعشرين الف قتيل شهيد. يعني دي خمسة وعشرين الف شهيد كده في التلاث شهور ونص دول. وانت اجر الجنوب. الجنوب يعني اللي بالجنب يعني عشان ما حتى شايفها مولا. فدول دول ايه? يعني انت توصفهم ايه? بالنسبة لك. يعني اهل فلسطين بالنسبة لك ايه? لما السومال طبعا. حين احنا ما اكلمش طبعا السومال دولة شقيقة ودولة العربية ودولة اسلامية. طبعا من فوق. لكن بما ان السومال دولة شقيقة واستنجدت بك وانت يعني كشرت عن النيابك. طيب بالنسبة لفلسطين واهل غزة. دول ايه يا معلم? هنود حمر مسلا? قلنا دول جنسياتهم ايه? ممكن احنا انت راجل انت طالب فلاسفة. ربما انت شايف اللي احنا اه مش قادرين نشوفه. ده فيما يخص موضوع اه ان انت ما تتأخرش عن اشقائك كالعادة. ولا هو لازم اشقائك دولة يكون عندهم رز. ده كده كده بتطلع منهم مصالح. يعني انت وابنك بتطلع منهم مصالح على المعبر. يعني وفدعكو بقى جالاجة. طيب. كده ده الشق الاول ان انت بتقول محدش مش عارفة. طب محدش يجرب مصر لأ. محدش يجرب مصر دي لما اغزى دي لغة قوادين. يعني يعني الناس اللي فهمها في الحدقة دي. محدش يجرب مصر دي كلمة يعني ايه? ما تتطعش عن الرئيس دي تطلع من قواد. يعني ايه? يعني ممكن احنا تكون فاهمين المعنى الهادي. الناس الغلابة لكن المعنى القوادين دي معناها مش عالوا قوي. لان بمعنى اصح معلق مصر السيسي او مصر فحاد السيسي. مش اقول لك حد يجربها. لأ ده في ناس لما اغزى يعني كلوا على دهرها وشربوا. معنى الشيناس دي وضروا يتقوادين بس هي محتاجة دي اللغة دي نقدر نتعمل بها مع السيسي. يعني في ناس يعني كلت على دهر مصر وشربت. في الامارات السعودية. اه ابا احمد نفسه. جرب مصر كتير على فكرة جربها مرة مللأ الاول واتنين وتلاتة واربعة وهيكمل عادي جدا وفتح سدره وما حد شقدر يكلمه. اه ده علشان خاطر. اه. ما حدش ملعين عشان جرب مصر وعارف انه مصر طبعا مصر السيسي هنا اخدوا بالكم. جرب مصر السيسي وبقت بالشكل ده مع قمة الانبطاع. وابدوا منها كيفيته. كذلك الامر اسرائيل نفسها. ما هي اسرائيل جربت مصر? جربتها اربع مرات. اربع مرات فاقل من اسبوعين. لو فاكرين. لما ضربوا معبر رفح. اربع مرات. ما كانش فيها يرد. خالص. خالص. انت بتجرب يا معلم. ناس كلها جربت مصر يا معلم. وفيه اللي تكايف وفيه ما تكايفش. السعودات لا تشوف بن سلمان عمل فيك ايه. محمد بن زايد اللي هو الامارات دولة الامارات الشقيقة. برضو دي حتة حتة لازم تخفي لك منها. قبل ما اروح لمحمد بن زايد اقول لك وحمدت. حمدت بتاع المواشي. تجري المواشي. اللي علم عليك. وقتل الجنود المصريين. انت برضو جرب مصر. جرب مصر السيسي. اه معلم. ما خدش معلها قول باطل. ده حتة تجري المواشي يعني. عمل معك كده. محمد بن زايد بقى الغريبة ان محمد بن زايد اللي هو دعم الاول هو اللي وقفه ضهر السيسي واللي هو شق الشقايق. محمد بن زايد بيدعم كل من بيعلم على السيسي. او كل من بيجرب السيسي. يعني عندك حمدتي هو اللي بيدعمه. حمدتي طبعا خد جنود مصريين وقتلهم كلنا عارفين الحدودة. اه اابا احمد اسيوبيا بيدعم ابا احمد. انا بقول علي ابا احمد انا عشان بس يعني عشان نتبسط مع بعض. بيدعم ابا احمد بتاع اسيوبيا في كل حاجة. وابا احمد بن السد. وملأ مرة واثنين وتلاتة اواربعة. ودلوقتي بيهدد اسيوبيا. بس فانت تجري احد بتقوليش بقى احد بيتجرب مصر. بس طبعا الخطاب ده موجه لبين? موجه للجان بتاع السيسي او المعرضين بتاع السيسي او العقليات اللي هي الناس المقاطف اللي بودان اللي لسه بيتابع السيسي. عشان كده بص هو اسكريبت واحد طول عمبارع. اه محدش يجرب مصر هاشتاج. يا جماعة حاش انتوا مجانين يا ابدي انت هو. وطلعين بقى بيحتفوا المسيسي. هدد هدد اسيوبيا ايه يا معلم ده بيهددها علشان. ده مهددهش عشان نهر الميل. انت مهددهش عشان. يا ابن انت هو افهمه استوعبه وانت بطوله ايه? فهو ده مصدقم بقى للمسل اللي بيقول لك بقى ايه ما اصابت جزء مجروح وراحت دهو ممدوح. بالزبط. بالزبط حرفين. فانت كده امعلم آآ الاسكريبت ده موجه ليه? شوية الخنشير اللي ماشيين قراءة. وكل طالع بقى والاعلام يعني ايه السيسي بقى كشر على اميابه. وما حد ما الجملة دي تقالت يا معلم كتير قبل كده. والتكن على قفانة برضو عادي جدا ومحدش فتح بقى. فعني ايه هو ده بس كنا حابين نقول السيسي يعني ايه? خلي الصوت يبقى ماشي مع الصورة. عشان نصدقك بس يعني. اللي من دبلج الحدوتة يحاول يسنك بس. الصوت مع الصور. لان احنا مش مقتنعين بالكلام ده. شوفكم فيديو جديد.